السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصراع النفسي بين الخير والشر. خلينا كده نقسم الناس لتلات انواع. نوع اختار الخير المطلق. اه والخير المطلق ده انه هيعمل كل الخير. عنده شهوات? اه عنده اه رغبات وتمنى اشياء ولكن هو قرر اختيار الخير. فاصبحت مقاومته للشهوات عالية جدا جدا جدا. يكاد يكون اه يكاد يكون معصوم بنقش ان هو معصوم ولكن يكاد يكون معصوم لانه اه او اخطاءه اه اللي هي تعتبر من الصغائر وليست الكبائر. ونوع تاني النقيد تماما اختار الشر المطلق. اه ده يكاد يكون شطان شياطين الانس. اه بيعمل كل شر انت ممكن تتخيله في حياتك وقرر برضو ان هو ما يفكرش او ما يحييش ضميره نهائي ولا يعاتب نفسه او يقول لنفسه مرة انت غلطان لانه هو شايف انه عنده مبررات منطقية من وجهة نظره للغلط اللي بيعملوا. اه الناس الطيبين اه بيعملوا كل الخير اللي في الدنيا. اه بيتجنبوا كل اه المحرمات والكبائر وحرسين جدا على رضا ربنا سبحانه وتعالى. الناس الاشرار فعلى المقابل كل غرضهم هو تحقيق رغبتهم وشهواتهم ايا كانت الوسيلة مش فرق معهم الوسيلة اي. لما دول بيقابلوا دول او دول بمعنى بيتعاملوا مع دول ليهم وجهة نظر في بعض. الاشرار شايفيني مفيش حد طيب. مش هيقدروا يصدقوا ان في ناس طيبين للدرجة دي. لان هما مقتنعين بمبادئهم وان كل انسان بيسعى لاهدافه. وبيظنوا ان هما خبثاء وان هما آآ وراهم اهداف خفية. او ان هما آآ لو يعني عشروهم قوي وحسوا ان هما فعلا طيبين. بيبتدوا يقولوا ان هما آآ سوزج وآآ وآآ ويتهمون بقى انه ده عبيد ده اهبة للكلام اللي احنا بنسمعه. طيب الناس الطيبين برضو نفس الكلام ما بيتخيلوش ابدا ان في شر آآ لهذا الحد ابدا ابدا ولذلك هما بيقعوا في شباكهم. بيتخيلوا ان كل الناس طيبة وان حتى لو فيهم شر فيهم حدود للشر ده. لانه ما بيتخيلوش الصورة البشرة ان في انسان حتى بيتعمد فعل الحرام لهذا ايه الحد. دول الصنفين الايه الرئيسيين اللي احنا بنقول خير مطلق او خير بنسبة عالية جدا. وشر مطلق اللي هو برضو يعتبر بنسبة عالية جدا. آآ لان البشر عموما فيها خير وشر. طيب. نيجي بقى للناس اللي في النص هي دي بقى اللي عندها المشاكل والصراع النفسي ما بين الخير والشر لان هما دول اللي جايين من دول ودول. لما دول بيرتبطوا بدول او يتزوجوا منهم. آآ بيحصل ان هما بينجيبوا اولاد الاولاد دي. اما تطلع نسخة من حد فيهم يعيشما يعني يطلع نسخة او جزء من الاولاد طيبين اوي زي الطرف الطيب. وجزء من الاولاد شرير جدا زي الطرف cisرير. وجزء واخد ما بين الاتنين. والميكس ده بيختلف نسب كل واحد على قد ما اخد النسبة من هنا او من هنا. يعني ده سبعين في المية خير على تلاتين في المية شر او آآ العكس او تمانين في المية شر وعشرين في المية خير او خمسين خمسين حسب بقى غرز الابا والا哎 والامهات في الاولاد من الخير والشر والصفات كلها علشان كده احنا بنتكلم ان التربية شيء مهم جدا طيب ايه اللي بيحصل بقى والصراع بييجي منين الصراع بييجي من انه هم جواهم الخير اللي في اهليهم ونفسهم يبقوا عايشين للخير ده لكن الشهوات عندهم عالية جدا لكنهم ضعاف اوي 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 في مقاومة الشهوة وفي نفس الوقت جواهم الشر اللي هو نفسهم يعملوا الحرام نفسهم يعملوا يبقى معهم فلوس كتير بغض النظر عن الاسباب لانه مش عايزين يتعبوا اتغرس فيهم ده وده فاصبح جواهم دايما خناءة داخلية ومش مرتاحين ابدا ولا عارفين يستقروا اكتر الناس دي هي دي محور مشاكلنا دايما او اللي احنا دايما بيجلنا في الاستشارات علشان نقدر نسعيدهم ازاي يقوموا نقاط الضعف مشكلتهم ان دايما اخطأهم في لحظة ضعف لحظة ضعف هي سبب كل اللي بيحصل في حياة ناس كتير جدا جدا كانت بس محتاجة حد يقويهم في اللحزة دي علشان يقوموها وكانت حياتهم كلها هتتغير اه ان شاء الله في حلقة بكرة من الا انا الفضفضة الاسبوعية هنتكلم عن لحظة ضعف في مشكلة كبيرة جدا انتشرت في عصرنا الحالي هي الخيانة الزوجية وعايزين نعرف سببها الرئيسي ايه وجي السراع منين وايه اللي خلى الناس الطيبين او الناس اللي كان فيهم خير والاسف شديد ده اللي حاصل دلوقتي معنا ان الناس فعلا محترمة ما نتخيلش ان الاشار ده يجي منهم ابدا جي الخطأ منهم وبشكل بشع ووصلوا للفواحش بطريقة رهيبة جدا وحياتهم بغالبا اتدمرت بنسبة كبيرة جدا عايزين نتكلم عنهم ونشوف نقدر نساعدهم ازاي ونقول لهم انتو تقدروا تبدأوا حياة جديدة ان شاء الله منتظراكم الجمعة واحد يناير تمانية بتوقيت مكة سبعة بتوقيت مصر اه على يوتيوب وهسيب لكم الرابط ان شاء الله وهنتكلم في الموضوع مهم جدا وحب اسمع اراءكم وتعليقاتكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة